نزلت كده النهارده اشتريت شوية حاجات كده للضعيد للاكل الصحي اه الناس بقى اللي مهتمية معي بالاكل الصحي قعد كامل معي للاخر اول حاجة بس كده اه حطلكو لينك اليوتيوب في اول تعليق اللي ما عملاش لسه اشتراك اه يلا اعملوا اشتراك وفعالوا الجرش كل منازل فيديو جديد اه يوصل لكم وان شاء الله اه تستفيدوا اه كده نزلت كده جبت شوية حاجات يعني انا بجيب ايه كل شهر كده ايه يعني اللي ناقصني بجيبه وكمان بنزل مش بجيب حاجات كمان يعني هتلاقوني جايبة من اه من كزا حاجة يعني حاجات بسيطة يعني مش عزب ان احنا نجيب بالكترة عشان حاجة ما تبصي عندنا ونجيب كمان اه كزا صنفي يعني عايز اقول لكم الحاجات دي كلها جميلة جدا اه ومفيدة كمان اه للضايت كلها يعني عندك اخيار وتموت ومبروكلي اه اجابة سبانة كل الحاجات دي مفيدة جدا جدا اه في النظام بتاعنا مسلا انا مش بعمل ضايت النهاردة وان انا خلاص يعني حابة اوقف خلاص انا مسلا وزني نزل فاوقف الضايت لا لا انا مكملة على طول لاني ده اكل صحي مش اخدام مسلا ان انا بعمل ضايت وانا حابة وخلاص اوقف الضايت جبت كده البروكلي ده اه دي بخمسة جنيه مرضيتش اجيب يعني اقبر لا انا جبت ايه كتعة كتعة صغيرة اه اه ومش كتير يعني حلو استفدت من كل حاجة انا جبت انواح كتيرة جدا واجبت فلفل الوان اللي هو الاصفر والاحمر جايبة من كل حاجة اتنين واجبت خيار يعني جايبة الفلفل الاحمر الاثنين دول بخمسة جنيه وبرده النوع التاني بخمسة جنيه يعني جايبة ايه ما جبتش مسلا اصفر واقطر او احمر او اقطر لا لا وبعد كده جبت كده اه دي بقى تسالي اللي هي العلبة الصفرة دي حلو برضو العلبة دي عاملة خمسة اشار جنيين جبت اصغر حاجة وجبت الكاكاوة دي اللي هي الخام اللي هي مش محلية يعني اه بخمسة اشار جنيه يعني جبت اقل من ميت جرام اه وجبت كده الشوكولاتة دي حلوة قوي اللي هي الخام اللي هي بتاعت الطبخ دي مسموح يعني مسموح اه اه في يعني بيها للضايت تمام? واللي هنا بقى ايه? دهر العلبة كده في اه لو احنا عايزين نعمل صوت شوكولاتة في كل المقدير مكتوبه وراه اللي هي نحط اه كتعتين زبدة على اه لبن ويعني زبدة ولبن والا اه كتعتين شوكولات اه كل بردو الطريقة كده على العلبة من وراه حلوة قوي انا بعملها بردو وممكن كمان ناخد كتعة مع مثلا كوبات قهوة او كده او سينيك بردو بقى زي الفل ودي بقى سناك. بدلا مسلا ما ناكل شبسيات وحاجات اللي هيقدرة. لأ احنا ممكن نجيب الحاجات دي آآ سناك حلوة قوي. ومش كتير يعني انا جايب حبة صغيرين لان هي غالية اصلا. الحبة دول كده عاملين خمستاشر جنيه. وجميل وحلوة قوي ومسلي كمان ممكن يعني مسلا لو مش عنجيب ده ممكن نجيب نعمل ترمس آآ ممكن فشار. ممكن كمان نعمل فشار يعني بس وفي حاجات تسالي تسالي كتير قوي بس تكون صحية. يعني بعيدا بقى عن الشبسي والحاجات اللي هي الضرة والحاجات الساقعة والكلام ده. في كمان حاجة ساقعة ضايت يعني برضو. وجيبت كده الاسمهم ايه? انا الحاجة بتروح من على بالي خالص. او ايكاو كيك يعني. اللي هو بتعمل فيه الكيك ده. آآ برضو حلوين قوي انا جيبت الحجم دوت عشان آآ ان انا مسلا اعمل مسلا كيك على قدي. مسلا عملت كيك تشوفين او كده. يعني حاجة على قدي او كيك جوز هند. بيتبقى دي يعني ايه? يعني كمان ده انا مكبارة كمان يعني مسلا عشان لو حد مسلا جمي حبيت ادواء والكلام دوت. آآ بعمل كيك كده اللي هي بحطة بقى على سو الشوكولاتة بجد بتبقى تحفة قوي. وبعد كده جبت اللي هي انا عندي سكاكين كتير بس انا بحب التغيير يعني وبعدين لونها ايه بناتيتي كده. فعجبتني بصراحة. وجبت كده اللي هي المصفة ديت آآ انا عندي واحدة برضو بس انا بحب التغيير وبعدين هي مش غالية يعني برضو سكينة بعشرة جنيه مش غالية. بحب كده ايه التغيير في آآ كل حاجة. آآ وجبتي دي برضو والله بحاجة وعشرين برضو. مش غالية يعني قوي. دي بحتاجها في ايه? في العصاير ساعات كده يعني. وبعد كده جبت فلينيا وجبت آآ بكنك بودر وجبت الفلينيا دي برضو اللي هي السيلة. فجبت من منها وجبت من اللي هي التانية اللي هي البواكت الزغيرة ديت. الحاجات دي بقى بتبقى ايه? بتبقى موجودة عندي. مرين مسلا ما بحتاج مسلا اعمل كيك او كده بيتبقى ايه آآ عيش مسلا كده بيتبقى لحاجات دي بتنفعني بصراحة ايه. وبعد كده جبت كده فرشة اسنين بحب اغيرها كده ايه آآ كل فترة. عايز اقول لكم كنت عامل العاملة اللي انا يعني عملتها قبل كده. كنت جايب اخدار وكده وبعدين سيبتوا كده قولت تاني يوم عشيره الصبح ومش عارفة ايه. قمت لقيته كله مسلوق. والله ايه قمت لقيته كله مسلوق. فقدت عامل نفس العاملة دي ذاتي. آآ ببص كده لقيت الحاجة عرقت في كاس. فقلت لها لازم اللي انا فضيها جبت كده بولة. فحط كده فيها كل الخضور لحد الصبح. ليه بقى بقول لها حطه كده مؤقتة لحد الصبح ليه? لاني انا بحب كده امسك مسلا منديل او حيط تقماشة. آآ وامسح بيا كل الخضور. بحب انا اهتم بالخضور ده كده بالطرق دي. لكده انا لو جبته كده وصيبته آآ بيتبل مني. بيبقى طبعا التاني يوم ببص كده منزله فبا مش عارف استخدمه خالص. فالطريقة اللي انا بعملها يعني ذات آآ بتبقى حلو قوي. يعني ممكن الخضور يقعد معي اسبوع. آآ باستخدم منه. الخيار كده شايفينه عرق خالص في الكيسة. ما كنتش جايبة كده. كله عرق. فايه احاول كده ان انا ايه آآ اعطى الله كده احطه في البولة لحد بكرة. اي يعني بحط مسلا ايه بنشفك زي ما قلت لكم. وبحط مسلا عليه خير اه مسلا قمحت قماشة كده تخدموها. فآآ تحطوا عليها الخضور. يام كمان ورق زبدة يام مسلا المنازيل. كده طلعت الخضور بحابة اجيب الخضور آآ من عند كارفور بحاس ان هو توزى كده حلو. مش عارفة كده. موما ان انا برتاح للخضور كارفور يعني. والفلفل الوان احيي جميل جدا. شكله اصلا مبهر كده. وهي البطاطس حلوة قوي بردو. كده حطيت الحاجة هيت. والفاسولية بقى حور بردو. ان انا فضيها. تماطم عرقية خالص يعني كويس ان انا خدت بعدي من موضوع زيادات. كلها مية. كلها ام كنتش جابها كده خالص. كده جابها نشفة. يعني نفعش مية خالص. آآ والآ الفاسولية حلوة بردو. عاملها بكرة بقى خضار خضار ستيل حلو بردو. بيبقى جميل جدا في الضايت. بيبقى يعني خضار آآ لو مسلا في نازف تحبش مسلا شربة الخضار وكده. لأ احنا ممكن نعمل خضار ستيل. بيبقى حلو بردو. آآ والسباناخ مشاء الله جميلة جدا. آآ في طريقية ساباناخ بيعملها بالبيد آآ المقلي والجبنة كده المرزريلة. عبقى عاملها القيوم وتجد.